بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة المهداء قضية بناءنا اللي احنا بنعتبره احتياطي لحياتنا مش بس احتياطي لمجتمعنا لكن احتياطي لحياتنا كلها هو قضية بناء للإنسان وفي البؤرة منه بناءنا لأولادنا اللي هي في الحقيقة اللي بدونها مش نقدر نعيش ولا نقدر نزوق حلاوة الأمن وعشان كده مفيش بناء حقيقي لأولادنا من غير ما يكون فيه علاقة رحيمة ما بين الأباء والأبناء والعلاقة الرحيمة دايما بنتكلم عليها على ان هي علاقة رحيمة من الطرفين أنا عشان أبني أولادنا أنا لازم أكون بقر صفحة المجتمع بشكل صحيح أنا لاحظت حاجة شوية صعب علينا اللي احنا نهملها لاحظت إيه؟ وده كله في إطار أن أنت وبتبني الأولاد وانت بتبني الجيل الجديد لازم تعيش مع قولي تعالى بل الإنسان وعلى نفسه بصير وجدت ظاهرة غريبة شوية وجدت جفوة وقسوة وتحميل كثير من الأعباء النفسية وكثير من الترومات وكثير من الآلام والأوجاع اللي تحولت إلى نوع من أنواع الانتقام من الأبناء تجاه الأباء والنهاردة كلامنا هيكون موجه أكتر للأبناء وإزاي نقدر لما نكون بنتكلم على بناء الأبناء إزاي نتكلم عن مشكلة متسبب فيها الأباء أو الأبناء إحنا مش قصدين على فكرة أن إحنا نقول أن الأبناء وحشين إذا كانت هناك مشكلة هم مصدرها أو الأباء وحشين إذا كانوا هناك مشكلة هم مصدرها إحنا فقط عايزين نفتح عينينا عايزين نعمل بصدق بقوله تعالى ونفسنا وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاه إحنا عايزين نعمل حاجة اسمها التزكية المجتمعية أن المجتمع يعيش حالة من التزكية فيكون عينينا مع بعض بنشوف بعينين بعض وبنحاول نشوف ونفهم عشان نقدر نعيش بشكل صحيح في حياة فلنحيينه حياة طيبة إحنا عايزين نعيش الحياة طيبة يمكن فيه جانب من القصة إن إحنا مش عايزين نشوفها لأن الحياة محتاجة قلب واسع وعين بصيرة فعشان كده لازم نشوفها من كل الجهات النهاردة بنتكلم عن شيء مؤلم للأباء ومحبط ليهم وشيء في نفس الوقت بيخصهم من حياة أولادهم وسعادتهم واتزنهم وكمان شهودهم من نعمة ربنا بنتكلم عن ظاهرة لازم نوصفها بهذا الوصف سخط الأبناء على الآباء هذه دي ما بقتش ظاهرة كده ممكن نعديها يعني هي حاجة كده مش إن هي حصلت مع حالة ولا اتنين ولا تلاتة عشان أقدر أقول والله إحنا ممكن نعالجها بشكل فردي في حالات التسكية التسكية ولا في حالات التربية لا دي بقت ظاهرة لازم نفهم هي إيه اللي حصل وإيه سبب الظاهرة دي حضرت النبي صلى الله عليه وسلم علمنا إن أبنائنا بابنا إلى الله لما قال صلى الله عليه وآله وسلم وقال كمان إن الأباء بابنا إلى الله فحضرت النبي قال لنا رضى الله في رضى الوالدين وسخط الله في سخط الوالدين زي ما هو في النحية التانية لما كان رحضت النبي جاله الرجل وقال له إني عندي عشر من الأولاد ما قبلت واحدا منهم قط قال ماذا أفعل إذا كان الله قد نزع الرحمة من قلبك فتعلمنا إن الأباء هم الباب الواسع لرضى الله فعلمنا عليه الصلاة والسلام إن أباءنا مش بس رقل من أركان حياتنا وجزء أصيل من هويتنا قال أباء كده لكن كمان أساس في تعريف الإنسان على مولاه لما جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال من أحق الناس بحسن صحابتي قال أمك قال ثم من قال أمك قال ثم من قال أمك قال ثم من قال أبوك فكأن حسن الصحبة منحصرة في الوالدين فباب العيش في معية الله بيدوق في الإنسان تجلي نعمة الله لما يحسن للوالدين ويعيش ساعتها في أسرار كلام حضرة النبي المنور اللهم أنت الصاحب في السفر وعشان كده ما كانش عجيب أنك تلاقي كتير من العلاقتهم حسنة مع أهلهم كانت علاقتهم بالله منورة هنا نقف شوي دي ظاهرة واضحة أنه بيأثر جدا جدا على علاقة الإنسان بربه علاقة الإنسان بأهله وكتير من اللي عندهم سخط على أبائهم كان ده لتأثير على علاقتهم بالله ويفضلوا دايما يحكموا مولاهم ومش بيكونوا راضيين عن الأقدار لدرجة أنه إحنا بقى عندنا قاعدة كده بنقولها في الاستشارات أن كل مشكلة في علاقة الإنسان بالأب أقصد يعني بالولدين تتسبب في مشكلة مع الرب مع الله سبحانه وتعالى وكتير من الناس اللي حصل لهم حالة من حالات السيولة الدينية اللي الناس مصر على تسميتها في بيئتنا على أن هي الحال كان سببها العلاقة السيئة ما بينهم وبين أبناء ويظهر سخط الأبناء على الأباء في إيه بقى؟ السخط على المستوى الاجتماعي أو المالي أن الأبناء دايما بيعملوا إيه؟ بيقوموا بتأنيب أهليهم أنهم في مستوى اجتماعي منخفض ويحسسوهم دايما بعدم الكفاية وأنهم مش راضيين والطموح والتطلع اللي موجودة عندهم اللي بيفوق الحياة اللي بيعشوها وكمان بيفوق القدرات لهم فيبقى عندهم طموح والتطلع للوسع الوسع قيمة جميلة صحيح أبقنا بازلوا ما في وسعهم على فكرة استثمروا اللي منحهم ربنا سبحانه وتعالى واستثمروا كمان اللي منحوا ليك اللي منحوا ليك لو تعلموا بركته عتحسوا أن معاكم الدنيا وما فيها وعشان كده من عاش من بات أمنا في سربي معافا في بدني عنده وقوت يومي فكأنما حيزت له الدنيا بحزاف إليها عشان كده ابني على اللي انت شايفه قليل وسع فيه تلقى المدد بيزيد لكن انت لما تبني على خوطرك وتبني على خيالاتك عتاج الدوات عبارة عن بناء واهي يسقط بيك النوع الثاني من السخطة اللي بيسقطه الأبناء على الأباء السخطة على مستوى وعي الأباء أنا كل كلمة بقولها هتلاقي في حد بيتوجع دلوقتي السخطة على مستوى وعي الأباء في بعض الأبناء عندهم سخطة على مستوى وعي أبوه و أمه وبعضهم بيحس بالعار ويخبيهم يخبي أبوه و أمه وما يحبش يعرف الناس عليهم ليه بيحس بالعار على أنهم لو يتكلموا هيتكلموا بطريقة مش مناسبة هيتكلموا بطريقة بسيطة أو لو كان عندهم عدم معرفة في جانب معايا من جوانب الحياة زي التكنولوجيا أو زي اللي بيجي الدور في السوق ولا كمان الكلام على السياسة ولا الكلام على كل ده دايماً بيبقوا عايزين أن هم أبوه عايزين يخبوا أبوه ومهم وما يقبلوش بهم والناس ولا يحبوا أن هم يكون يظهروا معاهم مش عشان ده دايماً احنا بنقولهم كده دايماً بنبقى عايزين أباقنا إيه اللي ح taki يقبلونا ويحبونا مش عشان إحنا شاطرين ولا أزكياء عايزينهم يقبلونا زي ما احنا يبقى احنا كمان نقبلهم زي ما هم زي ما هم على حالهم زي ما هم علموك يبقى هم كمان يستحقوا التأدير مين قال إن الأباء والأمهات إيه اللي حاصل ما يتعاملوش من الأبناء إلا إذا كانوا عظماء إلا إذا كانوا مفكرين إلا إذا كانوا قبار ده أعظم نوع تقدر توصل به إن أنت تقبل أبوك وأمك لما يكونوا اكتهدوا عشان يوصلوك إلى حاجة هم ما وصلوش إليها والدليل على إن معظمهم اتعلموا وعاشوا بيعيشها طيبة إن هم حاولوا بقدر الإمكان إن هم يوصلوك لكن إن معظم الأباء اتعلموا السوشيال ميديا من أولادهم فالأباء بيتعلموا بحالة من حالات المحبة وحالة من حالات الوداد يبقى هم بيتعلموا منك مش إن هم بيتعلموا منك لما يحسوا إن هم مصدر عار ولا مصدر سخط منك الشكل الثالث وهو شكل صعب أوي 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 ويمكن ده أصعب الأشكال أصعب أشكال السخط من الأبناء على الأباء هو إيه أسر الأبناء أسر الأبناء للأباء في سجن الترومات طول الحياة فالأولاد يفضلوا حطين الأب أو الأم في سجن لتهمة أنتم السبب في أوجاعي وألامي ومشاكل النفسية وتعصراتي في الحياة هي تقول إهمال أبويا هي اللي بيخليني أحس بالخزلان دايما وخلاني جعانا للإحتواء أو أسوت أبويا هي السبب في أني أسأت اختيار شريك حياتي وإني تعيسة في جوازي ويسلام لما تقول بقى أنا في الحقيقة أبويا ورفضوا لي وإحساسي بأننا إنسانة مليش إيمة هي اللي بتخليني أعمل المشاكل مع الناس كلها في إحساسي بالفشل هو دايماً اللي كان سبب فيه وهو دايماً بيخليني أحس بدا ويا سلام بقى لو الأم تسلطت أو إنها كانت صعبة فتقول إن تسلط أمي هو السبب في إحساسي إني مهزوزة ومعنديش ثقة بنفسي ولا حاسة إن أنا واحدة ست ولا عندي ثقة في نفسي بأي شكل من أشكال ويبقى عنيق وتبقى عنيف عنيفة وتبقى عصبية أو يبقى عنيف ويبقى عصبي طول الوقت عشان يثبت لكل اللي حواليه إنه موجود أو إنهم كانوا دايماً بيفرقوا في المعاملة بينه وبين أخواته لحد ما الغيرة أكلت قلبه أو إنهم كانوا قلقلين علينا بالزيادة عارفين إن لما يقلقوا عليه الزيادة أنت رايح فين تسلط التليفون أنت فين دلوقتي أنت كذا لما يقلقوا عليه بالزيادة لحد ما إيه ما خرجنا للدنيا وإحنا حسين بله هشاشة لإننا مش قادرين نتعامل مع الناس والحياة على فكرة حتى لو الأهل المرسوا ده ورسوا بعض الأخطاء في تربية لكن هل من العدل والإنصاف إن احنا نحمل ومزن بكل مشاكلنا في الحياة طيب وإنت كنت فين لما كان ده بيتلقى فيك وعلى فكرة فيه ناس تاني غيرك يتعرضوا لده ولذلك إحنا لازم بشكل محترم جداً 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 لما نجي نلتمس الأعذار من نلتمس الأعذار للغرب أولى الناس بالأمانات وبالصدقات وبالالتماس الأعذار أهلنا مش جايز دي كانت طريقة عودتنا وطريقة تغلبنا على النفس الأمار بالسوق بس نحن ما معرفناش ليه بنمارس التبريل لسلوكنا نبر الكسنة وعدم تحملنا للمسئولية ولا تحمل مسئولية إن احنا نغير زواتنا ولا نقدر نكون أحسن بل الإنسان على نفسه بصير ولذلك حضرة النبي صلى الله عليه وسلم قال الكيس من دان نفسه وعمل إلى بمعد الموت لكن مش ينفق الكيس هو من دان أهله لا الكيس من دان نفسه إنه هو بيوقف نفسه ويعمل إيه ويحاسب نفسه على إنه هو مسئول عن تغيير حياته إلى أفضل حال وهو حاسس بالمدد كل أنه مده هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك يبقى أنت لازم تعرف إن أنت عندك مدد فتستمر مع الله سبحانه وتعالى وأوقات بعض الأبناء بيمرسوا حاجة في غاية السخافة ابتزاز عاطفي خفي بيوجع قلوب الأهل قوي 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 لما يجي الإبن مع أبوه وأمه ويحسسه إنه هو مش هيديهم الإحساس بالانتماء إليهم ولا الوداد لأنهم مش على مزاجه أو مش على هواه أو مش في المستوى اللي هو بيحبه ولأنهم في نظره سبب أوجاعه في الحياة أو يتعاملوا بطريقة حق وحقك تديني حق أديك حقك تبا أديك حقك اللي كان زماني إزاي ما عرفش بس أنت ظلمتني أنت ظلمتني وخلاص ما تجيش بقى تطلب مني حاجة دلوقتي على فكرة ده ظلم ده ظلم أيها الأبناء في قلوب أهالي بتقن من الإحساس بالوحشة والوحدة والاشتياق لأولادها حتى لو كانوا عايشين في نفس البيت الاشتياق لسؤال عن حلهم الاشتياق لحضن من غير سبب الاشتياق لبسمة فيها رضا الاشتياق لقبول اعتذرهم حتى يا سيدي واحد خلاص حس وفهم فعايز يعتذر لأولاده وأولاده ميه خليينه يعيني حاسس أنه هو لازم يتعدم فبيعدموه في كل يوم أو بيلعنوه حتى لو مات في أهالي بتستني اللحظة اللي هتوصل فيها البيت عشان يتونسه بحسك وإيه وحدة النبي قال لك وإن لأهلك عليك حقا فأعطي لكل ذي حق حقا الجفاء ده أول ما بيصيب بيصيب قلبك أنت بالأسوة والجفاء والجفوة والفراغ وفقدان الطعم ومعنى الحياة أبوك وامك بزلوا وما في وسعوهم عشان يخلوك أحسن ناس إيه وعي تقول لي أنت بتتكلم على مين أنا بتكلم على فئة كبيرة ما بتكلمش على الناس اللي كان أزاهم تسبب سببه إن هم ناس مش طبيعيين أو ناس مش ناش مرضى أنا بتكلم على الناس اللي كان ده ومستوى وعيهم هم عملوا في وجه نظرهم إن كان هيخليك أحسن منهم أصحيح ممكن يكونوا ما قدروش ما قدموش ليك اللي أنت كنت ولا ما قدروش يقدموه لك اللي أنت كنت شايفه أفضل بس ده كان على حد علموا مطقتهم لذلك الإحسن للأباء ده أحد أهم اختبارات المتزان في الحياة أبوك وامك بابك للجنة بابك لجنة الدنيا جاب لجنة الأخر ما تحرمش نفسك حضرت النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم يصبح ووالده عنه راضيان إلا كان له باباني من الجنة وإن كان واحدا فواحدا وما من مسلم يصبح ووالده عليه ساخطا إلا كان له باباني من النار وإن كان واحدا فواحد طب نعمل إيه بقى؟ تعالوا بقى بسرعة نقول شوية إجراءات عشان نحرر نفسنا من أوجاع السخط على الأهل أنا بكلم الأبناء دلوقتي إن أنت تعيد قراءة الماضي تعيد قراءة الماضي قراءة متزنة بحكمة ورحمة بيك وبيهم مش يمكن كتير من المواقف اللي أنت سمتها رفض واللي أنت سمتها طرد واللي أنت سمتها خزلان ما كانتش في الحقيقة لا رفض ولا خزلان لكن كان حرص عليك من وجهة نظرهم فمثلا في ناس لما أهليهم كانوا بيشدوا عليهم علشان يعملوا أعلى درجة من درجات النجاح اتعاملوا مع ده إنه هو حافز مش رفض في ناس عملوا كده وخدوا من ده حافز وعاشوا أفضل الحياة وقالوا شكرا إن أنتوا كنتوا بتشدوا علينا عشان ده خلانا نبقى جدين ونبقى رجالة ونبقى صامدين ونقدر نتعامل مع الحياة الإجراءة التانية إن إحنا نقبل ونتعاطف نقبل ونتعاطف مع أبائنا وخرجوا أجمل ما فيهم ساعات كتير من الأهالي بيبقى جواهم حاجات حلوة مش عارفين يخرجوها لإنهم مكسفين مننا وخايفين مننا وفيه ضغوط حياة كتيرة بتخليهم ما يقدروش يعملوا ده وبينسوا الحلو اللي جواهم لو إنك أنت أخرجت لهم الحلو اللي جواهم هيفضلوا ممتنين ويفضلوا سعداء ويا ما أهالي أباء وأمهات أولادهم خرجوا الحلو اللي فيهم ففرحوا وسعدوا وبقى أولادهم دولة أحلى حاجة في حياته تالت حاجة نستعين بمدد الله وياك تحس إن البر بالأهل عب وشئ دقيل في ناس بتوسم نفسها وبتوسم أهلها والعقوق ده بوسمة العقوق فيبقى خلاص متخيل إن خلاص الحكاية انتهت ابتدي ابتدي أنت تقدر تاخد خطوة فيها رحمة تجاه أبوك و أمك وما تسألش إيه لا يحصل لا يا عبد الله استعن بالله تجده تجاهك استعن بالله سبحانه وتعالى تجد نأ تجد مدد ونعمة البر يا ولدي بيجيب بر والود بيجيب ود اسمع قوله وتعالى واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما رب يعني صغيرة يا رب اجعلنا دائما نحسن إلى بقنا و أمهتنا ونغسل قلوبنا ولو بدعوة في جو في الليل ولو في دعوة بظاهر الغيب اجعلنا يا رب نستطيع إن احنا نصل إلى إن احنا نتخلص من كل ماضينا المليء بالوجع و الألم بنظرة حب نراها في عين أبونا و أمنا وهم حسين إن احنا تجوزنا أوجعنا و ألمنا وساعتها نكون تجوزنا مش أوجعنا و ألمنا تجوزنا غواية أنفسنا الأمارة بالسوء يا رب جعلنا مصدر رحمة و راحة و فتح و بركة على أبائنا و كل من اللي حواليني يا حبيبي يا إخواتي يا أولادي قيمة الأب و الأم ما يعرفها جعل اللي فقتها و إنت عجل بإن إنت تعيش في أمانهم و في رحمتهم و في باب جنتهم لأن فعلاً كل واحد فيهم جنة و كل واحد فيهم ما تشوفش إن هو كبير و شعر و أبيض لكن كمان هو جواه حاجة بيضة جواه قلب أبيض لو عرفت تتخرجه أنت تسعد و تتهنه و إن كان منتقل فادعي له إن ربنا سبحانه تعالى يكفق على اللي عمله فيه إن هو يوفر لك حياة و يغفر له لو ما كانش قادر يفهم أنت كنت محتاج لي إيه بس إنت أكيد عرفت دلوقتي محتاج إيه و عرفت دلوقتي إن هو عمل اللي عليه يا رب اجعلنا من أهل الاتزان و اجعلنا من أهل الرشد و اجعلنا من أهل الرضا و افتح لنا باب من أوسع أبواب الرضا إن احنا نرضى عن أبائنا و أمهتنا يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين بعد الفاصل يا سادة نلتخي بحضراتكم و نتلقى أسئلتكم من باركة و نجيب عليها ولكن بعد الفاصل رجعنا لحضراتكم و معانا صفحتنا على الفيسبوك صفحت بإنامج ولا تعسروا اللي بنتلقى عليها أسئلتكم من باركة وتفضل جسري مفتوح لينا تفتح لينا مجالس العلم و نفضل في حضرة مولانا سبحانه وتعالى على أمل أنه يزكوننا في الملأ الأعلى سبحانه وتعالى وتعالوا نتلقى أول سؤال في حلقتنا النهاردة من أستاذ عصام أستاذ عصام أهلا وسهلا أهلا بحضرتك يا مولانا اتفضل يا أستاذ عصام الله يرضى عنكم الله يخليك يا دكتور عمرو احنا فعلا أنت حضرتك بتناقش قضية فعلا يعني كبيرة جدا بنعيشها في حياتنا الأيام دي يا دكتور وهو صخط الأبناء على الأباء صحيح الله يخليه جاء هو حضرتك يا بس يعني محتاجة محتاجة يعني دروس في الحاجات دي زي ما حضرتك بتتكلم فيها كده بس برضو يعني أنا أنا سمعت حضرتك هم طبعا مش سمعين حضرتك فلازم يحصل ندوات وخاصة للموضوع ده لأن فعلا محتاجين فعلا من قرب من ولادنا لأن هم أماد الدولة في الأيام اللي جاية صحيح وأنا مبسوط خلينا بس أنا دلوقتي خلينا مبسوط اللي أنت لمحت إحنا بنعمل كده ليه لأن في الحقيقة أنا عندي كده حاجة اسمها الدوائر الدوائر المتدخل يعني انتماء أولادنا لأسارهم وبيوتهم هو اللي بيصنع انتماء أولادنا لبلده فإحنا دلوقتي عندنا مشكلة مشكلة إن أولادنا دلوقتي عندهم مشكلة والمشكلة ما هيش ما هيش زي ما أنا قلت كده حاجة ممكن نعديها والمشكلة بتتفاقم وبتزيد يعني أنا أقول لك مثلا من المشاكل الكبيرة اللي بتحصل مشكلة دلوقتي هي زيادة ظاهرة استقلال الأولاد بمساكن خاصة عن أباء ومؤماته ودي حاجة شوية صعبة شوية صعبة ومش بقول إن إحنا نقيد الحريات بس بقول إن ده لما بيتزايد ومش بقول إن ده ممنوع ومش بتكلم عن القضايا في قيد الوقت لما بكلم حضركم الدوايا المتدخلة بتعمل إيه أستاذ حسام أنت لسه معي أنا معاك يا دكتور أصلا يعني البعد عن الأباء ده خطأ في حد ذاته لإن التربط للأسر بيفتقد هنا فخليني أسمع سؤالك أو أسمع أنت حضرتك لو بتشاركنا بس وجع حضرتك وبتشاركنا إحساسنا بالخطر فإحنا ممتنين لده ربنا يخليك يا دكتور ده أنتوا يعني أنتوا على رأسنا من فوق لأننا بنستفيد منكم ومشاكلنا بتتحل عن طريق حضرتك وأمثال حضرتك يا دكتور عمر الله يرضى عنكم ومبارك فيكم يا سيدي الله يعزك يا أستاذ الصام أنا شكرا لحضرتك على مداخلة حضرتك وإحنا في الحقيقة المسألة عندنا معياش وأنا متصور أننا فتحت ملف يعني أنا مش متصور أنا بتعامل مع القضايا الدينية تعامل مختلف شوي أنا بتكلم عن في حاجة اسمها احتياجات دينية غير ملباة وهي الاحتياجات التي يحتاجها المجتمع الذي لابد أن تلب ولابد أن احنا نغير طريق التفكير لابد أن احنا نحول كل ما قاله صلى الله عليه وسلم وحدثنا به وأخبرنا به من جمال القرآن الكريم إلى آليات تحل وتفك وتقوم بتفكيك مشكلات المجتمع لأن احنا لو فضلنا على كده احنا المسألة القيم بتاعتنا بتتحلل وكمان عندنا الأسر بتتفكك فاحنا مش هنقدر نسكت على ده مش هنقدر نسكت على أولاد موجوعين وأباء موجوعين ونفضل نقول لهم اسبروا لا لازم نقول لهم ايه اللي ممكن يعملوه الأولاد لازم يكلموا الأباء والأباء يوسعوا صدرهم وبعد كده يتكلموا معاهم ويبتدوا حياة جديدة مع بعض الحكاية ما انتهتش ولو حد فيهم موجوع وجع أدى إلى بعض المشكلات يتعاونوا مع بعض لغاية ما ينتخلص منها فاحنا مش هنسيب المسألة كده وعلى فكرة احنا مع كل حياتنا حياتنا دي عند الله سبحانه وتعالى ايه يا شيء يذهبكم ويأتي بخلق جديد فاحنا ما عندناش فكرة ان دي نهاية الحياة أبدا البصيرة هي أول الحياة أول ما أنا أستبصر بحالي نبتدي حياة جديدة وما فيهاش مشكلة لو حد بيقول انا مش قادر نساعده لغاية ما يقدر يمشي خطوة خطوة على فكرة فيه ناس هيدخلوا الجنة حبوا حتى لو انت مش قادر اسحف لغاية ما تقدر لكن مش قادر مش قادر مش قادر وتفضل في هذه المأساة لا هنفضل ولك لغاية ما انساعدك ان انت تقدر مش هنسيبك هنساعدك لان احنا في الآخر خالص احنا في سفينة كلنا والسفينة دي مش هنسيبها تخرق ولا هنسيبها تغرق السفينة دي هي نعمة ربنا علينا في قصرنا بقصرنا وبلدنا احنا مش هنسيب السفينة فاحنا فضلين فيها وانحاول ان احنا نغير فيها ان شاء الله نعم السيدة المؤمر تتفضل ايوة سلام عليكم اتفضل يا مؤمر ازاي حضرتك يا شيخ فضل ونعمة الحمد لله انا كنت عايزة استفسر بس من حرك في نقطتين تفضلي اول حاجة لو هو يعني انا مريضة قولون فما بقدرش احافظ على وضوءي باستمرار نعم فبقى ساعات كتير ايوة انا عايزة اقرأ في المصحف ام فاني ينفع مثلا لو اتنقد وضوءي ممكن اقرأ في المصحف عادي في فرق من القراءة المصحف ومس المصحف قراءة المصحف هي القراءة زي ما انت عايزة او القراءة ان انت تتلي المصحف قدامك وتتلي كما شئتي زي ما انت عايزة اما وانك انت لو ان الدكتور خلاص قالك ان انت مردت قولون وعندنا ثلث ريح مثلا يبقى خلاص ينفع ان انت تتوضي لكل سلطين وتصلي بهذا الوضوء السلطين لا انا بكلم على قراءة القرآن من المصحف وتقليب الصفحات وكده ما انا قلتلك او اتوضي لو ان فعلا الدكتور قالك ان احنا عندنا ثلث يبقى خلاص حتى في تقليب المصحف اصلا انت ممكن تقليبي مش بيديكي وتبص بيعنيك التلاوة القراءة بص عددك انا هو بكلمك اهو مش بصص في حاجة التلاوة دي لا يشترط فيها الوضوء اللي يشترط فيها الوضوء هو ايه مس المصحف مس المصحف لا لا لو انت هتقلبي بحاجة او هعدده يقلبلك المصحف مفيش حاجة اقرأ اذا كما شئتي الامر التاني بس ان انا عايزة اقولهولك لو سمحت تركز معايا ارجوكي بلاش تتوسوسي اه ماشي ماشي خلاص يبقى انا جاوبتك على السؤال بتاعتك وجاوبتك على سؤال تاني اضافي ارجوكي ما تتوسوسيش مش كل اللي عنده قولون وضوءه لازم يتفكي مع كل صلاة ابدا هو كل حكاة ممكن يكون عنده مغس لكن مش لازم يكون عنده مش لازم يخرج ريح تفضلي عندك سؤال تاني طيب دلوقتي لو انا مثلا بصلي بس ايه يعني سعاد كتير لما اقوم فجأة مثلا للرقعة التانية ضغطي وغطي فسعاد كتير بيحصل دوخة وكده فانا ممكن بصلي انت يا عادة اه ما هو انا بسأل في كده بس عادي بس جد وكده بس اللي هو ان انا اقوم للرقعة من بعدها خالص ان اي اي جزئين من الصلاة انت لا تستطيعيه سواء الركوع او السجود يجوز ان انت تقعدي له سواء ده او ده خلاص اهم حاجة اهم حاجة تحفظه على صحتك لان احنا عندنا نعم القيام ركن من الصلاة للقادر طيب اللي مش قادر يصلي على الهيئة التي بها يتم الصلاة وانت لما تعملي كده هتبص تلاقي انت بتحب الصلاة وبتدوم على الصلاة لو عملت خلاف ذلك الصلاة هتبقى عيبق عليك طيب انا عندي للأسف ابني عنده 16 سنة هو فترة مراقب ما بينتظمش في الصلاة اعيز حالك تقول له كلمة هقول له يا حبيبي الصلاة ده لقاء محبة بينك وبين ربنا ويسيبك من ضغط موما عليك ان انت اقوم صلي اقوم صلي اقوم صلي طيب انا بقول له هو بقى انا بقول لكم انتو الاتنين هو اي حاجة عمر اوه سمع حضرتك دلوقتي طيب انا بقول لكم اوه بص يا سيد عمر بص يا حبيبي الصلاة دي احنا بنصليها عشان ربنا فتح لنا باب عشان نروح نكلمه نجلس في رحمته نخرج من كل الحاجات اللي بتضيقنا ونقعد في جنة من جنات الوصال جنات الجمال فلما احنا بنروح نصلي بنروح نصلي عشان نخرج من كل واوجعنا وكل ديقنا وعشان كمان ربنا سبحانه وتعالى ندخل في حماه عشان احنا عبيد لله هو بيحبنا فاحنا بنصلي عشان ده مش بنصلي عشان هو محتاج لصلاتنا ولازم نصلي لو ما صلناش هيبقى رزيد الصلاوات عند ربنا يقل فربنا يدائق مننا ان احنا بوزنانه لاستثمار بتاعه حشان تعالى عن ذلك علوما كبيرا ربنا مش محتاج لنا في حاجة يا ابن احنا اللي محتاجين لرحمته احنا اللي محتاجين لمحبته صلي اول ما تسمع الادان حس كده ان في حد بيقولك تعالى تعالى عشان تاخد رحمة تعالى عشان تاخد محبة تعالى عشان تاخد راحة حضرة النبي قال كده ارحن بالصلاة يا بلال تعرف يا عمر ان انت لما تروح لما تسمع الادان تقول ارحني بالصلاة يا عمر وتدخل على الصلاة وانت عايز ترتاح وتدخل على الصلاة وانت بتقابل ربنا يمكن دمعة ويمكن كلمة ويمكن فرحة تكون في قلبك وانت مش عارف تخرجها تخرج بسر الصلاة فتسعد حياتك كلها يا ابن نعم السيدة مكملة تتفضل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا دكتور عايز اسأل حضرتك اتفضل هل يجزئ صيام ستين يوم بدل دفع دي لشخص كتلة بالخطأ لا يا ستي دولة حاجتين ايوة ادي حاجة و ومسألة الصيام مسألة الصيام دي حاجة تانية ايوة فما ينفعش لو انا سمت شهرين متتابعين اه ده لا يغني عن الدية اذا كانوا هم طلبين الدية ما ممكن يعفوا ايوة فهم اذا ما عفوش وطلبوا الدية اه لازم ندفع لهم الدية ايوة ايوة خلاص يا حاجة مكمال اصل هو يعني حضرتك اه هو قتل شخصي بالخطأ بالسيارة وبعدين بعد كده هوت اه قال لي انا مريض وما وما قدرش يسوم شهرين متتابعين وكده وراح طلع اه سلوس اه لقطعان ستين مسكين انا قلت ما ينفعش لا ما انت حضرتك ما انا قلت لحضرتك يا حاجة مكمال اه بعد ايذن حضرتك انت مش هينفع تقول ينفع ولا ما ينفعش اه الحاجات اللي زي دي لازم حضرتك العلماء يعني طب حاضر طب كويس ان انت عارف ايوة احنا بنعمل ايه بنسمع ونشوف اللي حصل في الحادثة ايه اه بنشوف في دقة وبعد كده نبقى نتكلم ونقول ده هيكون حكمها ايه بس على كل حال اه لو اني القاضي او التحقيات قالت ان ده قتل خطأ وان هو عليه ان هو يدفع الدية يبقى هو لازم يدفع الدية مع صيام الشهرين خلاصي حاجة مكمال اشكر حضرتك على رأسي نعم يا سادة كويس ان حاجة مكمال عارفة ان محدش يتكلم في مسائل خطيرة والشرع الشريف بيحتاط في حاجتين يحتاط في الدماء ويحتاط كمان في الاعراض خالوا بالكم ان الكلام عن اعراض الناس والكلام عن دماء الناس والكلام في الطلاق محتاج ان احنا نسأل فيه العلماء ومحدش يخاطر فيه لان المسائل دي الله سبحانه وتعالى جعلها في حصن كل المسلم يعني المسلم حرام دمه وماله وعرضه احنا النهاردة اتكلمنا في موضوع مهم في ملف مهم ملف يتعلق بإعلاقة الابناء بالاباء صحيح ان اتفعنا شوية يبدو ان احنا نتفعنا شوية في السن اللي احنا كلمنا النهاردة كلمنا ابناء ممكن نقدر نكلمهم مش بنربيهم لكن من صح مصارهم لان احنا ما نقدرش نستمر مع الابناء والحالة اللي ما بين الابناء والاباء بهذه الصورة تعالوا نفتح صفحة جديدة مش نفتح صفحة جديدة وبس تعالوا نعيش مع بعض بقلب سليم ونعيش مع الله ونتوكل على الله ونستقبل بعض ونستقبل بعض ونفتح صدرنا لبعض ونتكلم الكلام يا سادة بيخفف الألام تعالوا نتفق ان احنا نخرج من ما وجعنا ببركة مدد ربنا ولطفه وكرمه علينا يا رب أكرمنا بمددك ولطفك وفتحك يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين اجعلنا دوما من عبادك الصالحين المطمئنين بأمانك يا رب العالمين